السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله سوف نصيب العسل منزلي ونشاركه معكم مرحبا بكم تابعوني تل اخر باش تشوفوا تحضير العسل منزلي بسم الله على بركة الله ندزل المقادير عندي هنا جوج قول بديل سكر هرستهم ودرتهم هنا في تنجرة وعندي جوج يطرو تعلماء ها واحد بسم الله على بركة الله نجيب ويترو تعلماء الثاني فيها جوج يطرو تعلماء وجوج قول بتاع السكر تقدرو تعلماء السنيدة ولكن ركة صدق بالسكر قالب حسن من السنيدة وعندي هنا الليمون والحمض ليمونة واحدة وحمضة واحدة كنقطعوهم دواور وتا كيطب هاد الحمض والليمون كيوليو حمرين كنعرفو العسل راه طاب بسم الله على بركة الله نردوه طيب كنحركوه بحلكة رس كرداب والليمون راه باقي ما طاب باقي ما طاب لنا العسل الى طاب العسل ورا كيوليو دهبي دابا راه باقي بيض وكي نحركوه مرة مرة باقي ما طاب لنا العسل ديالنا ورا كيصدق مرة اللولة كي يجيزوين ورمضان قريبي ان شاء الله باقي ما طاب لنا العسل باقي شباكيه والبريوات ها هو دابا راه طاب اشتيه الليمون را كيبا لكم حمر والله دهبي وملي كط طيب كنزيدو كاس لما طيب ونحركوه ونستمرو فتحرك هيا كنجربوها هنا فتباسل هيا اشتيه هيا هيا من بعد ما طابت ها هو الليمون والحامض كتا يوليو ها كتشوفوا الحامض والليمون بحالك كصفة كتفيو عليها وها هو العسل ديالنا من بعد ما طاب هيا اخوينا في هذا الكاس ها هو كتا يولي وكنتمنى عجبكم وتديرو لي ناجيم وتشاركوه في القناة وضغطوه على الجرس بس يوسلكم الجديد ديالنا ان شاء الله اشتركوا في القناة